على صعيد آخر وبهدف الحفاظ على الموروث الإنساني الأردني وقعت دائرة الآثار العامة والجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في العقبة اتفاقية تعاون مشتركة بهدف ترميم وصيانة وتنظيف أربعة مواقع رئيسية في المحافظة تشمل الكنيسة البيزنطية ومدينة آيلة التاريخية وموقع تل الخليفة الأثري وقلعة العقبة وتعود الكنيسة القديمة إلى القرن الثالث الميلادي وهي تعتبر أقدم كنيسة في العالم لكونها أقدم بناء مسيحي مخصص للعبادة وقد تم اكتشافها عام 1998 وهي مبنية من الحجر والطوب الطيني وغطيت جدرانها الداخلية بالألوان وقد هجرت بعد تدميرها بزلزال الجليل عام 363 ميلادي